لن تنسى ابنتها وتقسم أنها لن ترتاح قبل سوق قاتلها إلى العدالة كريستال أبو شقرة ضحية جديدة للعنف الأسري ابنة الحادي والثلاثين ربيعا تكشف أسرتها أنها تعرضت للتعنيف من قبل زوجها لكنها آثرت الصمت خوفا على طفلهما انفصلت عن زوجها منذ نحو سنة بانتظار الانتهاء من معاملات الطلاق لكن المفاجأة كانت اتصالا منه يبلغ العائلة بوجود ابنتها في المستشفى طلعت قال منت شغلة هي شي عشرة الربع كاد بالشغل هي وعشرة وعشرة جيبوا على المستشفى ما يتح بيقل لي 11 إلى 5 بيقل لي بنتك غيبة بقلبها ويحيب المستشفى ما تنخض بس هيك أنا بس اسمعت صوته يعني كتير تعجبت شغل رأسي كتير كتير عصبت لأن انت شو وصلك لعنده كان يبعط لها تهديدات كتير ميجي تحت البات وانه بقت لي كان هو ياما كمان مخرطش علي الفراد وياما مأوس علي شكوك عديدة أدت إلى اقتناع العائلة بضلوع الزوج في مقتل كريستال وصل على المستشفى وفوتها بدون ما يعرف انه زوزة بيقول ليها الطريق مغمي عليها في جزدينة هي بعضهم اختفى يحو معه جزدينة التقى بالسيارته هو وفيه تليفونه بيعطينا التليفون معمله فورمات ما هي كل شي عنه هلأ التليفون يحو مع الفرع المعلومات عم بيشيله كل شي منه مرة جاب أصحابه طيام جولة حشيشة بيربطها هي على الكرسي اللي تتفرج عليه منه انه ما عم بيشربوه يعني موضية كتير كبيرة وهالا موضية ما حنسكو تاريه كل عالم براسير تعرفية كريستيل كانت لجأت منذ سنة عند انفصالها عن زوجها إلى منظمة كفة التي تواكب القضية نحن رح ننتر القضاء بأي اتجاه بدوروح وشو الحقيقة اللي بدت تبين الرسالة الأكبر من وراء قضية كريستيل هي لمجلس النواب ورئيس بري بالتحديد أنه نحن هلأ ما عاش عنده الحجة بيقدر رئيس بري يدعي لجلسة تشريع عاجلة لأكرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسر تحرك في آذار المقبل ستقوم به منظمة كفة للمطالبة بإقرار القانون تهديه لأرواح النسوة اللواتي قتلنا نتيجة العنف الأسري علّ هذا التحرك يؤدي إلى النتيجة المرجوة التي أدى غيابها إلى انضمام كريستيل إلى منال عاصي ورولا يعقوب تهديه للمطالبة بإقرار القانون